من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشكك في نتائج الانتخابات ويتخذ إجراءات قانونية قالها زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكانل في أول كلمة له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض يأتي ذلك في وقت سمح فيه وزير العدل الأمريكي ويليام بار للمدعين العامين الفدراليين بمتابعة التحقيقات في الادعاءات المدعومة بأدلة حول المخالفات التي يحتمل أن يكون قد ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تحرك هو الأول من قبل وزير العدل بعد الاتهامات العديدة التي ساقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري بشأن تزوير واسع النطاق في الانتخابات على حد وصفهم وفي هذا السياق أعلنت حملة الرئيس ترامب عن رفع دعوة قضائية ضد نظام التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا حيث تطالب في هذه الدعوة بإصدار أمر قضائي طارئ لثاني المسؤولين عن المصادقة على فوز بايدن في الولاية كذلك أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدينيال في مؤتمر صحفي للحزب حول الانتخابات أن نحو 131 إفادة خطية تم الانتهاء منها بشأن مخالفات جرت في ولاية ميتشيغن في المقابل قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يجب على إدارة الخدمات العامة أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة ملوحا في الوقت ذاته بأن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاق شومر فقال إن على الجمهوريين أن يعملوا على انتقال سلمي للسلطة في العشرين من يناير المقبل معتبرا أن ما يقوله الرئيس ترامب عن صرقة الانتخابات حسب تعبيره هو أمر خطير جدا بالنسبة إلى الديمقراطية في الولايات المتحدة على حد وصف شومر